أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا يحضرون تقدم البحث في مفردات هذه الآية المباركة وفي لطائفها وفي هذا البحث نستعرض التعاليم المستفادة منها التعليم الأول الآية المباركة نص صريح في أن الناس هم بأنفسهم بأجسادهم وبأرواحهم يحضرون عند ربهم وهذا ما يعبر عنه بالمعاد المعاد من أصول العقيدة التي تل عليها العقل وتواتر فيها النقل يجب الاعتقاد بالمعاد وهذا الاعتقاد من ضروريات الإسلام وضروريات العقيدة لا يجوز للإنسان المؤمن بالله أن ينكر المعاد وهذه القضية اتفقت عليها جميع الشرايع السماوية لا توجد شريعة سماوية تنفي المعاد وأتباعها لا يؤمنون بالمعاد والحكماء وأهل المعقول أيضا قالوا بضرورته من الناحية العقلية وأقاموا أدلة وبراهين كثيرة على هذه الحقيقة ولأن العقيدة بالمعاد تتعلق بإيمان الإنسان وبحاضره وبمستقبله ووقعت فيه اختلافات كثيرة بين أصحاب المدارس والآراء وجدنا وجدنا من المناسب أن نستفيد من هذه الآية المباركة ونقف بعض الشيء على ما يهم المؤمن في عقيدته بالمعاد وسنبحث المسألة في ثلاثة أمور الأمر الأول في حقيقة الموت هذه القضية لأنه يبنى عليها المعاد لا بد من إعطاء نظر الدين في قضية الموت لا شك في أن الموت حقيقة واقعة وكل نفس ذائقة الموت لا ينجو من هذه الحقيقة أحد من المخلوقات لا إنس ولا جن ولا ملك فوضا على الموجودات الدانية منها كل نفس ذائقة الموت كما لا يختلف فيها نبي أو وصي أو إنسان عادي ملك أو فقير الكل يموت هذه حقيقة وجدانية واقعية لا يختلف عليها اثنان الموت عند أهل اللغة عرف بضد الحياة وهذا التعريف منطقيا مشير إلى المعنى وليس بتعريف حقيقي إما لأن الموت بدرجة من الوضوح بحيث يتعذر تعريفه وإما بدرجة من الخفاء بحيث يتعذر تعريفه فلم يجد مناصا أهل اللغة من تعريف الموت إلا بقولهم هو ضد الحياة في الروايات الشريفة الذي يراجع الأخبار يجد أن الروايات أيضا ما عرفت الموت وإنما ذكرت بعض خواصه ولوازمه مثلا الإمام الصادق صلوات الله عليه قيل له صفلنا الموت قال هكذا هذا نصر الروايحة لا أنقل المرمون قال هو للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعز لطيبه فينقطع التعب والألم كله عنهم هذا بالنسبة للمؤمن كأنه فالعطر يقرب ويم أنفه يشم ينعز يزول آلامه وزول أتعابه ما للاحتضار ما للاعمرار فالمره يشوف نفسه خلص انفصلت روحه عن جسده وللكافر كلسع الأفاعي ولدغي العقارب وأشد هذا هم بيه تفصيل من الناحية التكوينية والفيزيوية شلون هالشكل يكون كلسع الأفاعي ولدغي العقارب بالنسبة للكافر وشلون يكون بالنسبة للمؤمن في بعض الأخبار الأخرى أن الموت والحياة كلاهما خلقان لله عز وجل هم الموت خلق وهم الحياة خلق فإذا دخل الموت في جسد الإنسان ما من عضو ما من خلية يدخلها الموت إلا وخرجت منها الحياة وكأنه شيئان أحدهما يدخل والثاني يخرج هذا اللي في الروايات وارد هالشكل ومن هذا يتضح بأن الموت حقيقة وجودية مو حقيقة عدمية هو أمر وجودي وليس بأمر عدمي فالموت وجود آخر للإنسان لا فناء له ولا إنعدام له الموت هكذا بالمنظور المستفاد من الروايات العرب كانت تعرف كل شيء ساكن بأنه ميت وهذا يدل على أنه عندهم حكمة في معرفة الحقائق الريح الساكنة يسموها ميتة مع أنها الريح الساكنة حقيقة وجودية مو حقيقة عدمية وشبه الموت والنوم أحدهما شبهوه أحدهما شبهوه بالثاني قالوا النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل عرفوا هذا بهذا وهذا بهذا اللي عندهم يبدو أن هذا المفهوم وارد بأن الموت ليس فناء ليس بأمر عدمي بمعنى أن يتحول الشيء إلى لا شيء وإنما هو من تحول الوجود إلى وجود آخر عند العرب أم هكذا الأمر وأطلقوه على كل شيء يقتضي الحركة والقوة والطاقة إذا زالت قوته وطاقته لذلك يطلقوه حتى على المعنويات الضمير الذي لا يتحرك ولا تهزه المشاعر الإنسانية والمواقف الإنسانية يقولون ما تضميره يعني لا يتحرك تجاه المواقف العقل البليد الذي لا يتوقد ولا يدرك الأشياء كما ينمغي يسموه عقله ميت الأخلاق السيئة أيضا يعبرون أخلاق ميتة وهكذا فإذا حتى في اللغة وعند العرب الموت هو سكون الشيء مو فناء الشيء مو انعدام الشيء في الروايات الشريفة أيضا هكذا الموت عبارة عن انتقال الإنسان من عالم الحضور والشهادة إلى عالم الغير هذا هو الموت انتقال من دار إلى دار في الرواية الشريفة خلقتم للأبد الأبد بإذن الله طبعا بأمر الله وإنما تموتون بالانتقال من دار إلى دار شلون يتحقق الموت الموت يتحقق بخروج الروح الإنسانية من الجسد ولحوقها بالبارئ عز وجل تلفحق بخالقها ببارئها الروح الروح الإنسانية يسمى يسمى هذا موت لأن الجسد يسكن بخروج الروح يتحول الجسد من متحرك إلى ساكن فيسم موت بهذا الإعتبار إذن الموت في الحقيقة هو خروج الروح من عالم الدنيا والتحاقها إلى عالم الآخرة ولذا في النصوص الشرعية الموت يعبر عنه بقبض الروح ويعبر عنه بالتوفي التوفي والقبض لا يكون للأمور العدمية يكون للأمر الوجودي البارئ عز وجل أيضا في رد على مزاعم اليهود اللي كانوا يدعون بأنهم شعب الله المختار البارئ عز وجل رد هذا المزعم منهم بأمر سأذكر لكم الآية المباركة ولكن قبل هذا نسأل سؤال حتى الجواب يتضح من هذه الآية إذن إذا صار الموت عبارة عن سكون الجسد موسكون الروح وانتقال الروح إلى عالم الآخرة لماذا الناس يخافون من الموت الموت ليس بأمر مخيف فلماذا الناس تخاف منه هنا الأجوبة كثيرة لأهل المعقول أجوبة كثيرة ألخص هذه الأجوبة بجوابين فقط يعني بسببين فقط السببان هم الحكماء قائلي هم المتكلمين قائلي وهم مستفاد من النصوص الشرعية السبب الأول لأنهم يجهلون حقيقة الموت وكل شيء مجهول يحتملون فيه الضرر مخيف الآن نحن في هذا المجلس إذا نسمع فرض صوت عالي إذا نعرف سبب ما نخاف بس إذا صار سبب مجهول يصب الناس بالفزح والخوف كل أمر مجهول يحتمل فيه الضرر يخيف الإنسان فلأنهم يجهلون حقيقة الموت يخافون منه فإذا عرفوا هذه الحقيقة بعد لا داعي للخوف السببب الثاني لأنهم خربوا آخرتهم بدنياه الناس يعلمون بأنهم ما وراء الموت حساب ووراءه جزاء فأهل الذنوب أهل المعاصي المذنب يخاف من عاقبة أمره فلأنهم فلأنهم يعلمون بهذا يخافون من المصير فيخافون من الموت وإلا من يعرف حقيقة الموت ومن لم يرتكب ما يستوج بالعقاب يتمنى الموت ليش لأن الموت يوصله بالنعمة العظيمة بالبقاء الأبد الخالد الباري عز وجل في رده على مذاعم اليهود أنهم شعب الله المختار وأنهم عندهم المقام العالي عند الله عز وجل قال لهم هكذا قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة لكم الدار الآخرة عند الله خالصة قل إن كانت لكم يعني لليهود لأن هالشكل كانوا يبدعون الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس إذا هالشكل تقولون كلامكم صحيح فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ما يتمنوا والله عليم بالظالمين إذن الباري عز وجل في هذه الآية يشير إلى أمرين الأمر الأول أن الإنسان المؤمن الصالح يتمنى الموت ولا يخاف منه ليش لأن الموت يوصله إلى مناه يوصله بربه الأمر الأمر الثاني أن الذي يخاف الموت يعني عنده ما قدمت يداه عنده ذنوب وعنده معاصي يخشها ويخاف منها الشواهد على هذه عديد من هذه الشواهد ما رواه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في الأمال قال لما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم عليه السلام أن يقبض روحه أهبط ملك الموت فقال السلام عليك يا إبراهيم قال وعليك السلام يا ملك الموت أداع أمناع أداع يعني جاي تدعوني إلى الموت أرافقك فأموت أم جاي تنعالف للشخص عزيز علي تتقبض روحه أداع أمناع قال بل داع يا إبراهيم فأجب هنا محل الشاهد قال إبراهيم عليه السلام فهل رأيت خليلا يميت خليله إبراهيم بدرجته العظيمة لابد يقول هذا الكلام حتى هالمعنى يوصل إبراهيم حتى نعرف هذا المعنى إذا ما كان يقول وما تصير هذه المحاورة هذه الدرة العظيمة ما كانت تأصر إنا ما كنا نفهم ها فهل رأيت خليلا يميت خليله قال فرجع ملك الموت حتى وقف بين يدي الله جل جلاله لأنه ما عند صلاحية الكلام ملك الموت جواب فقال إلهي قد سمعت ما قال خليلك إبراهيم فقال الله جل جلاله يا ملك الموت اذهب إليه وقل له هل رأيت حبيبا يكره حبيبه هو قال هل رأيت خليلا يميت خليلا الله عز وجل يقول هل رأيت حبيبا يكره حبيبه إن الحبيب يحب لقاء الحبيب إذن الموت بحسب هذه الرواية شنو هو لقاء مع الله عز وجل انتقال من عالم داني إلى عالم آلي من عالم مادي إلى عالم معنوي من عالم محفوف بالرذائل والنواقص إلى عالم محفوف بالكمالات والفضائل لقاء مع الله عز وجل فالمؤمن لا يخاف الموت وإنما يتمناه ولذا ورد في الروايات أن أمير المؤمنين عليه السلام كان ينتظر الليلة التي ينتقل فيها إلى الله عز وجل ويقول أن إني آنس بالموت معانسة الطفل الصغير بثدي أمه فبناء على هذا مفهوم الموت في الدين ليس كما يتصوره الناس الموت تبديل الحياة تبديل الدار بدار أخرى الخروج من الدار السيئة والانتقال إلى الدار الجيد خلء الثوب الوسخ القذر الخلق ولبس الثوب النظيف الطاهر ارتقاء الإنسان من عالم داني إلى عالم عالي هذا هو الموت فهو ليس بأمر عدمي وإنما هو أمر وجودي فإذا حصل الموت تبدأ رحلة الإنسان إلى المعاد هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني الأقوال في المعاد اختلفت الآراء والأنظار في أن الإنسان بعد الموت ما هو مصيره وبالنتيجة ما هو الرأي في المعاد المدارس هنا مختلفة الماديون لهم كلام الحكماء والفلاسفة لهم كلام المتكلمون وعلماء الشريعة أيضا لهم كلام مدار البحث في المعاد اللي الآية تقول محضرون كلهم محضرون عندنا مدار البحث في المعاد على محورين يدور هذا تلخيص لأبحاث كثيرة جدا وعميقة نقولها في هل رؤوس الأقلام نمشي المحور الأول يدور عن أن المعاد هل هو أمر معقول وممكن عقلا أم هو أمر مستحيل فلا يقع في الخارج هذا المحور الأول المحور الثاني لو قلنا بأنه ممكن وواقع المعاد على ماذا يقع شنو هو الشيء الذي يحضر عند الله عز وجل بعد الموت هل اللي تحضر الروح فقط أم الجسد فقط أم الروح والجسد معنا هذا أيضا خلاف ثاني في المحور الأول الخلاف بين الماديين وبين الإلهيين بين الإلهيين وبين الملاحدة المحور الأول يدور بين هاتين المدرسة المحور الثاني بين نفس الإلهيين أكو خلاف في أن المعاد معاد روحاني أم معاد جسماني أم معاد روحاني وجسماني الليلة الكلام في المحور الأول وبكرا إن شاء الله نكمل في المحور الثاني في المحور الأول الطبيعيون أنكروا المعاد قالوا لا يوجد معاد ومن الطبيعيين الملاحدة أصل الدعوة عندهم تقوم على ركنين اللي أنكروا المعاد دعواهم تقوم على ركنين الركن الأول إنكار المبدأ يقولون لا يوجد خالق لهذا الوجود اللي ينكر وجود الخالق لا مناصة في أنه ينكر المعاد لأن المعاد أصل ولكن من فروع المبدأ المبدأ والمعاد بينهما أكو ملازمة من أنكر المبدأ لا بد أن ينكر المعاد وهم حيث أنكروا المبدأ النتيجة شنو أنكروا المعاد هذا الركن الأول الذي تقوم عليه نظرية الإلحاد المحور الثاني أن المعاد من الأمور غير المحسوسة لا نحسها وكل أمر غير محسوس هو غير موجود هاي هم كبرى وصغرى وبها هم نتيجة إذن خلاصة ما يقوله المناحدة كلامهم كثير بس حينما نلخص هذا الكلام في هذين الركنين لا مبدأ فلا معاد لا محسوسة فغير موجود هاي هي النتيجة لدى التأمل فيما قالوه دعواهم في ركنيها باطلة أما الركن الأول الجواب عنه من وجوه الوجه الأول نبني على الأصل الموضوعي فقط للتذكير ما رح أقف عنده طويلا إذا قامت عندنا أدلة المبدأ تبطل هذه الدعوة فحين إذن لابد أن نروح إلى كتب العقائد وكتب الكلام نشوف الأدلة على وجود الخالق شنو هي فإذا تنبت الأدلة وهي تامة هذه الدعوة باطلة ما نقف عند هذه نوكلها إلى محلها بس ما نريد أن نناقش به هنا هو وجهان فقط الوجه الثاني منطقي مبني على قاعدة منطقية خلاصتها حين حينما نتأمل في كلام الملاحدة في المعاد هم لا يقولون بأن المعاد مستحيل عقلا لا أحد من العقلاء يدعي بأن المعاد مستحيل عقلا مثل جمع النقيضين لأنه أمر واقع ممكن الوقوع سموه واقع ممكن الوقوع العقل لا يرى بأن وجود المعاد يوجب التناقض التناقض هو المعاد فهل وقوع المعاد ووجود المعاد يوجب التناقض لا لذلك الملاحدة لا يقولون بأن المعاد مستحيل الوقوع يقولون نحن لا نعلم بوجود المعاد نحن نجهل هذه الحقيقة أنه هل هناك معاد أم لا يوجد معاد هم يقولون نحن نستبعد الوقوع نفس هذه النظرية بنوا عليها مسألة الاعتقاد بالمبدأ هما ما عندهم دليل على عدم وجود الخالق دليل على العدم ما عندهم عندهم شك يقولون نحن لا نعلم بوجوده المعاد من الشكل ما عندهم دليل على العدم ويدعون أنهم يجهلون وجود هذه الحقيقة القاعدة المنطقية تقول عدم الوجود لا يدل على عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فمنطقيا دعواهم مخالفة للقاعدة المنطقية والقاعدة المنطقية ما لها علاقة بالدين وغير الدين مسألة عقلية بديهية الوجه الثاني عقل وعلم العقل يرى بأن مسألة المعاد ليست مستحيلة هذا مسلم هي ممكنة الوجود وربما ما هو ممكن الوجود في ذاته يصبح واجب بسبب الغير إذا توقف الوجود على مصالح واجبة كالمعاد أشرنا في بعض الأبحاث السابقة إلى المصالح التي تترتب على الاعتقاد بالمعاد ومن شاء التفاصيل أيضا خلي يرجع على كتب العقائد فالمعاد في نفسه ممكن بالذات ولكن بالعرض هو واجب الوجود بالعرض واجب الوجود ليصير خلطها بين واجب الوجود بالذات وواجب الوجود بالعرض هذا نلفت النظر إلى بسبب الحكمة يصبح واجب وجود المعاد عدم وجوده يختل نظام الحكمة تفصيله في كتب العقائد زين من جهة أخرى العقل حينما ينظر إلى أن المعاد ممكن الوجود وهو قاسر عن إدراك هذه الحقيقة شنو هو الطريق لإثباته في كل القضايا طبعا هذه قاعدة عامة في كل العلوم والمعارف ما يقصر عن إثباته العقل بالحس شنو يكون الطريق إليه إخبار العالم الصادق هذا يصير الطريق أضرب لكم مثالين أكو علم موجود يدرس في الجامعات وتعرفوه كلكم يسموه علم الأحياء علم الأحياء يقوم بدراسة كل الكائنات الحية في هذا الوجود كثير من الكائنات الحية نحن منحسها ولا ندركها البكتيريا مثلا نحن منحسها ولا ندركها مع أنها عايشة ويانا البكتيريا حتى على جسم الإنسان أكو بكتيريا حتى على جسم أكو بكتيريا لو يشوف بالمجهر بعض مواطن البدن من عنده يشوف إيش قد أكو كائنات حية عايشة على بدنه ومحس في علم الأحياء يثبتون وجود الكثير من الكائنات الحية هذه الكائنات الحية لها حركة لها نموة لها تكاثر لها كل وظائف الكائن الحي بس إحنا بعقولنا ما ندرك ولكن إذا أخبركم العالم بالأحياء بالأحياء عالم وصادق بوجود هذه الحقائق نصدق أم نكذب العقل والعقلاء يجب التصديق ليش؟ لأننا نجهل لا نعلم عقولنا هم لا تصل ولكن إذا عالم صادق أخبرنا يجب التصديق المثال الثاني في علم الفلك إيش قد أكو الآن دراسات تخرج تتحدث عن عالم الأفلاق والمجرات والأسرار العجيبة الموجودة في هذا العالم إحنا نحسها لا نحسها لا ندركها لا نقدر نتعقلها بس نصدق بوجودها أم لا نصدق نصدق ليش؟ لأن العالم الصادق أخبرنا بها العقل في مثل هذه القضية والعلم في هذه القضية تعاضدان العقل يقول كل ما هو ممكن الوجود لا يوجد مانع من وجوده ولا يمكن للعقل أن يدرك مباشرة لا بد من اللجوء إلى العالم الصادق في الاعتقاد به ذات القضية تقال في المعاد في مناقشة الملاحدة هم يدعون نحن لا نعلم لوجود المعاد لكن نقول العقل هو لا يقول بامتناعه باستحالته العقل يقول بإمكانه عدم إدراك العقل له هل يعني أنه غير موجود منطقيا خطأ أنه غير موجود موجود ربما يكون فينحصر طريق التصديق عندكم على إخبار الصادق العالم به والصادق العالم به أخبركم بوجود معاد فيجب التصديق به كما هو الحال في كل العلوم والمعارف فالركن الأول لما تبنى عليه نظرية الإلحاد الركن الأول باطل من وجوه ثلاث الركن الثاني بديهي المطلان أصلا أن كل ما هو غير محسوس غير موجود هذا أمر الوجدان يكذبه خصوصا وأن مدارك الإنسان لا تنحصر بالحواس هناك جهات للدرك ولتحصيل العلم والمعلومة تعتمد على أمور غير حسية مثل المعقولات مثل الملهمات الإلهام أحد وسائل العلم الخبرويات الخبير في كل علم وفن يطيق نتائج دقيقة ما مبنية على مقدمات التي تفهمها أصلا الخبرة هي فينا في السفر النور خاص عند أهل الخبرة في تشخيص الأمور فالخبرويات منها ومنها الأمور الناشئة من قوة النفس أو قوة القلب اللي يعبرون عنها بالفراسات تفرس تفرس والفراس كثير من أهل الخبرة في علم النفس من الوجه يعرف ما وراء هذا الوجه شنو أكو بعض أهل الخبرة من الكلام يعرف طوايا المتكلم شنو هي المرء مخبوء تحت فلتات لسانه وقسمات وجهه مخبوء يعني مختفي حقيقته فإذا يكون الإنسان خبير من قسمات الوجه أو من فلتات اللسان يفتهم هذا الرجل شنو من طوايا عنده فلا يمكن لأحد أن ينكر وجود هذه الحقائق هذه الحقائق كلها موجودة وغير محسوسة فإذا كان العلم منحصر فقط بطريق الحس كما يقولون لوجب أن نعطل العقول ونعطل الإلهامات ونعطل الفراسات ونعطل الخبراويات كل هذه لازم نلغيها لأنها محسوسة فهذا الركن الثاني هو في نفسه بديهي البطلان النتيجة شنو تصير أن نظرية الطبيعيين والملاحدة في المعاد نظرية لا تقوم على ركن صحيح مخالفة للمنطق ومخالفة للعقل ومخالفة للعلم أيضا فضلا عن مخالفتها للوجدان فإذا ينحصر الطريق عندهم لأنهم يقولون لا نعلم إذا جاءكم عالم صادق أخبركم بوجود المعاد مقتضى القواعد العلمية والمنطقية أن تصدقون كما تصدقون عالم الأحياء حينما يخبر وعالم الفلك حينما يخبر والطبيب حينما يخبر وغيره فإذا أخبركم صادق عالم بالمعاد وجب التصديق إذا وجب التصديق بالمعاد استنادا إلى إخبار الصادق العالم ثبت المبدأ أيضا لأن إذا ثبت المعاد ثبت المبدأ وبهذا تنتهي نظرية الطبيعيين في مبدأها وفي معادها فالخلاف الأول المبنى على أساس أن المعاد ممكن أو مستحيل الخلاف الأول ينتهي ويثبت أنه ممكن بل هو واقع يبقى الخلاف الثاني وهو بين الإلهيين من قال أن المعاد موجود ما هي حقيقة المعاد ثلاث أطوال أكو في المسألة هذه لها تفصيل غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة